السلام عليكم. الفيديو اللي فاتت تكلمنا عن 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 هو كان بصفة عامة من خلال الاناتومي بكلام دوت. وشويه برضو في السيولوجي كده علشان اوضح شويه حاجات. طبعا ايه بتوضح اسماء كتير في الاسماء دي عشان لما قلت لك مثلا كزا بيطلع من هنا فانت تبقى فاهم هو طلع من فين. مش تبقى يعني مش بقى موضوعك انك مش فاهم حاجة برضو. فهي مفيدة عشان تبقى فاهم اماكن الحاجات وتبقى فاهم معنى المصطلحات اللي انا هقولها على المراتي والمرات الجاية. طيب. اه هقول كده مدخل للفيديو النهاردة. هقول معلومات من الفيديو اللي فات. واتخذ المعلومات ده مدخل للفيديو بتاع النهاردة. طيب. احنا عندنا الجسم بتاعنا مين اللي متحكم فيه. يعني مين اللي يقول الجسم بتاعي اشتغل او اهدى شوية او صرع نفسك شوية. اللي اعمل كده هو الجهاز العصبي. والغدد الصناء. بس اللي هي بتطلع هرمونات. بس تخلينا دلوقتي في الجهاز العصبي عشان ندل معنا. الجهاز العصبي بيتحكم في الجسم. يقول له اشتغل جامد شوية اشتغل قليل شوية. طيب احنا قلنا ان الجهاز العصبي ده بيتكلم بيتكون من المخ والعمود الفقري او طيب. آآ لما جينا ندرس اكتر في الجهاز العصبي لقينا ان في انواع كتير من الاعصاب. يعني مش كلهم نفس النوع. مش كلهم ليهم نفس الوظيفة. لا لقينا ان في اعصاب بتتحكم في حاجات اراضية. يعني ايه? يعني مسلا العضلة الدراعك اللي هي اللي انت بتحكم فيها بدراعك وسط عامة يعني ارفع الدراعك لفوق. آآ دي عضلة اشتغلت فرفعت دراعك على فوق. نزل دراعك على تحت بقلطتك. فعضلة اشتغلت. آآ نزل الدراعك على تحت. كده انت بتتحكم في العضلة? طب هو مين اللي يتحكم في العضلة? يعني مين اللي قال العضلة تشتغل? انت طب انت عملت كده ازاي? اه موخك طلع اه طلع القرار بالعضلة تشتغل بعت القرار ازاي للعضلة عن طريق العصاب. فبالتالي انت تحكمت في العصاب بتاعتك. علشان تخليها تشتغل 열�อะ عشان تشغل العضلة بتاعتك. طيب. في بقى العصاب تانية انت متحكمش فيها اصلا. يعني انت تحكمت في العصب الاعصاب عشان تشغل العضلة بتاعتك. طيب. في بقى اعصاب تانية انت ما بتحكمش فيها اصلا. يعني انت تحكمت في العصب اللي بيشغل عضلات ايدك وعضلات رجلك. طيب مسلا عضلات قلبك. هل انت بتقدر تتحكم في عضلات قلبك? لا ما بتقدرش تتحكم فيها. فالاعصاب اللي بتغذي عضلات قلبك او اللي بتتحكم في عضلات قلبك انت نفسك قلبتك ما بتقدرش تتحكم فيها. فاحنا استمنا العضلات الاعصاب عين. اعصاب انت بتقدر تتحكم فيها او اعصاب بتنفذ الحركات الارادية. واعصاب بتنفذ حركات لا ارادية. الاعصاب اللي بتنفذ حركات ارادية سميناها والاعصاب اللي بتنفذ حركات لا ارادية سميناها طيب بيتحكم في الحركات الارادية وده انا مش عايزه لان اسم الشابتر اصلا فخلينا نركز على الاعصاب اللي بتحكم في الحاجات اللا اراضية لما جاي برضو ندرس لأعصاب اللي انا ما بقدرش تحكم فيها انواع برضو. يعني مسلا ضربات قلبي دلوقتي هادية. تمام? شوية وانا اتعصبت وراح الدربات قلبي زادت. لأ لقنا an العصب اللي كان شغال آآ اثناء كان دربات قلبي هادية. مختلف عن العصب اللي شغال اثناء مضربات قلبي زايدة. يعني ايه? يعني انا عندي نوعين الاعصاب. نوع عصب بيخلي ضربات قلبي هادي هادي. والكلام ده بيتطبق على الجسم كله. بيخلي الجسم هادي. ونوع من الاعصاب من الاوتنوميك برضو. بيخلي الجسم بتاعي او محفز زيادة عن اللزوم. والنوع ده تسميناها سنبستك. فاحنا عندنا النوع الاعصاب اللي بيخلي الجسم بتاعي هادي. تمام? اسمه بارا سنبستك. والنوع او البارا سنبستك. والنوع الاعصاب اللي بيخلي الجسم بتاعي او النشيط قوي زي ده عن اللزون او محفز قوي زي وقت ما انت متعصب او بتجري او بتعمل آآ نشاط آآ عنيف شوية. بيخلي الجسم بتاع ده يسمينا النوع ده من الاعصاب. آآ الجهاز السيمباساوي. تمام? يو احنا كده عندنا معين من الاعصاب في الاوتونوميك نيرباساوي. سيمباساوي وبرا سيمباساوي. والتنين دولت بيتحكموا في الحاجات اللي انت ملكش ارادة بيها. زي ايه? زي ضربات قلبك. زي آآ الكابت بتاعك. زي ايه? زي الطحال بتاعك. زي كل حاجة في جسمك انت ملكش تحكم فيها. طيب انهي مين فيهم الشغال على طول? يعني مين فيهم الاقوى? تمام? مين اللي بقى شغال? آآ جسمي بيخضع الامر مين? جسمك بيخضع دايما للاتنين مع بعض. يعني ايه? يعني استنبساتك شغال والبرا سنبساتك شغال. يعني ما انت تسمعني استنبساتك عندك شغال والبرا سنبساتك شغال برضو. ولكن في واحد منهم بيضغى على التاني على اساس الحالة النفسية بتاعتك. يعني ايه? انت الحالة النفسية بتاعتك دلوقتي هادي. تمام? البررا سنبساتك شغال اكتر من السنبساتك. فبالتالي الوظيفة بتاعت البررا سنبساتك هي اللي ظهر اكتر. والسنبساتك وظيفته مش شغالة اوي. ولكن هو شغال برضو. ولكن الوظيفة بتاعته مش واضحة اوي. ولكن شغال. تمام? طيب وقت ما انت متعصب مين اللي شغال ببررا سنبساتك ولا السنبساتك? لا الاتنين شغالين. اما المين اللي بيظهر تأسيره السنبستك. يعني السنبستك شغال اه شغال. ظهر تأسيره ظهر تأسيره وقت ما انت متعصب. طب براسنبستك وقت ما انت متعصب شغال اه شغال. ظهر تأسيره? لا مش ظهر تأسيره. طيب لو انا عايز امحي امحي. التأسير مسلا بتاع البراسنبستك. انا مش انا عايزها امحيه تماما. يبقى ساعة كده هقطع الاعصاب بتاعة ساعة ساعتها الاعصاب نفسها مش هتبقى موجودة فبالتالي تأسير ساعة 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 ظاهر. طيب خلينا بقى ان نتكلم عن اه ايه الوظائف بتاعتهم يعني العصب او الجهاز السنباساوي دوت بيكون دوره ايه بقى يعني ايه اللي بيعملو في الجسم لما بيشتغل. طبعا احنا عندنا السنباساتك الاتنين عكس بعض جدا يعني. فهنتكلم عن واحد والتاني هنلاقيه سهل خالص. فهنتكلم عن واحد بالتفصيل اوي واللي هو السنباساتك في الاول. والتاني هنلاقيه اه بسيط خالص فهنتكلم عنه بعدين ومش اخد مننا وقت ان شاء الله لان هو اصلا هيكون عكس نفس الكلام يعني. الجهاز السنباساوي ده بقى بيطلع من فين? يعني الاعصاب بتاعت الجهاز السنباساوي ديت بتطلع من فين? احنا اتفقنا ان العمود الفقري بتاعنا او الحبل الشوكي بتاعنا بيكون متقسم واحد وتلاتين قطعة او واحد وتلاتين سيجمنت. تمانية سيرفايكل تمانية عنقيين اتناشر صراسك يعني اتناشر صدريين موجودين ناحية الصدر. خمسة لمبر او خمسة قطنيين وخمسة سكرال واحدة السنباساتك بقى بيطلع من فين في ده كله? السنباساتك بيطلع من الاتناشر صراسك واول تلاتة من اللمبر. يعني احنا عندك اللمبر في خمسة لا احنا هناخد اول تلاتة هو بيطلع من اول تلاتة دولت. طيب هو بيطلع من فين فيهم? يعني ايه? يعني احنا عندنا سيجمنت. احنا اتفقنا ان السيجمنت ده لو بصنا عليه. اللي انه له انتريور هورن ولوه بستريور هورن ولوه هورن. البستيريور هورن دولت مسؤولين عن ايه? دولت اللي بيستقبلوا الاعصاب اللي شايلة احساس. تمام? يعني مسلا انت خبطتك على جلدك وانت توجعت. الوجع ده تحسيته ازاي? الوجع اتنقل في الاعصاب الحسية. ودخل للعمود الفقري عن طريق بعدين راحت الاعصاب الحركية اشتغلت. وطلعت من وقالت ليدك مسلا تتحرك. بقالت ليدك مسلا تبعد تقرب اه تترفع تنزل. اه العصاب الحركية تحكملت في ايه دك سيدي. بتطلعت من اللاتريل بقى هورن ده اللي بيطلع منه يعني بيطلع من اللاتريل هورن في تمام? وبيطلع من السلسك واللمبر. ماشي? يعني هو على مستوى العمود الفقري بيطلع من الاتناشر سلسك واول تقطه على مستوى السيجمنت الواحدة بيخرج من او الهورن او القرن الجانبي. طيب. دلوقتي هنتكلم بقى اه عن السمبساتك او تأثير السمبساتك على الهدو النك او الراس والرقبة وعلى يعني على الصدر وعلى يعني على البطن وعلى يعني على الحوض. الحوض اللي هو مش. الحوض اللي هو منطقة الجهاز التناسولي والجهاز البولي والحاجات ديتي. طيب. اول جزء معنا هو الهدو النك. ايه تأثير السمبساتك على الهدو النك. قبل لا اقول لك تأثير السمبساتك على الهدو النك. هو الهدو النك. تمام? بيجي لهم اعصاب السمبساتية منين? هتقول لي ما انت يا يوسف لسه اير من شوية ان هو اه بيطلع من ويطلع من اه انا فاهم. ده الجهاز السنباسات الكله كامل بيطلعوا من ويطلعوا من اما الاعصاب المخصوصة اللي بتروح للهيد والنك بيطلعوا من والتي تو. والتي تو دولة دولة الموجود في يعني انت لسه متفق معاك ان المتقسم. تمانية اتناشر سراسك. اتناشر سراسك متقسمين اتناشر قطعة. تي وان تي تو تي سري تي فور لحد ما نوصل دي تولف. اهو تي وان و تي تو دولة هما اللي بيطلع منهم الاعصاب السنباسية اللي بتروح تغزي الهيد والنك وتأثر عليهم اه التأسير السنباساتك. طيب بيطلع من فين في تي وان و تي تو? لسه ايه لك بيطلع من اللاترال هورن بيروح فين? يعني هو طلع من اللاترال هورن هوا من اتناشر راح على فين? راح بقى على حتة جانجليا. اللي قلنا ان هي بيتجمع فيها الاعصاب. انهي جانجليا جانجليا. لو انت فاكر من المرة اللي فات نحنا كان عندنا جانجليا بتكون موجودة على جانبي الفرتبرا الكولم. ودي كان اسمها كان موجود منها تلاتة جانجليا جانجليا دي موجود منها تلاتة جانجليا. تمام? تلاتة يمين على جانب الجزء تلاتة شمال. تمام? وعند بيكون في اتناشر يمين واتناشر شمال. طيب هو اللي طلع منهم الاعصاب الاستنباسية اللي هاتروح تغزي لما طلعت من اللاترال هورن. ليه راح تتجمعت في ما هي كانت ممكن تتجمع في الجانجليا اللي جانبها على طول ما هي هو جانبهم جانجليا. يعني جزء جانب 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 الجانجليا بتاعته. هو ليه بقى راح وطلع على فوق ومسك في مش دي بعيدة عنه. اه هي ابعيدة عنه. ولكن ده المكان اللي بيكون قريب من الوظيفة بتاعته. يعني ايه? يعني الهدو انك دوات موجودين فوق. موجودين عند العنق. يعني الرقبة هي هيسمها العنق. وفهو راح يتجمع فين عند العنق. ليه? لان وظيفته في العنق وفي الراس. فبالتالي هو راح لقرب حتة يتجمع فيها قريبة من مكان الشغل بتاعه. او قريبة من مكان اللي هيقدي فيه التأسير بتاعه. زي كده واحد يشتري شقة جنب الشغل بتاعه. نفس الفكرة ايه. فهو عشان كده راح يتجمع فين? في آآ جانجليا. يعني هو عندما ده بقى تأسير السنبساتك بتاعهم. آآ بيتكون اعصاب. طلع عامل تي وان والتي تو. طلعت من اللاترالهورن في التي وان واللاترالهورن في التي تو. راح تتجمعت في جانجليا. وبدأت بقى تتوزع مطلع على مدار آآ الهيد الراس كاملة. النيكة العesters找 كامل. طيب ايه هnetكلم عن ايه بالظبط في الهيد والنيكة? صلح مشان نتكلم عن الهيد والنيكت كامل. احنا هنتكلم عن حاجات معينة. اول حاجة عن العين. والعين دي مهمة اوي. والس والجلد اللي هو الجلد اللي على راسك العادي ده. علا ما عفوش حاجة. يعني جلد العشك والجلد على قادتك العادي الطبيعي ده. طيب هنتكلم عن ايه في العين? هو العين دي اصلا متكونة من ايه? يعني احنا بنشوف ازاي? احنا بنشوف عن طريق ان النور بيقع على عدسة العين ويبدأ مخك يترجم معنا الحاجة اللي شافها ديت. طيب ايه بقى وظيفة استنبساتك في الموضوع ده? وظيفة استنبساتك في الموضوع دوت ان هو اول حاجة بيوسع حضقة العين. تمام? تاني تاني حاجة بيعملها بيخليك تشوف حاجات بعيدة. تالت حاجة بيعملها بيرفع لك جفن عينك على فوق. علشان ما ترمشش كتير. رابح حاجة بيعملها بيقلل الدموع. ما وصل انت جهاز استنبساتك ده بيشتغل امتى? بيشتغل وانت متعصب. فانت ما ينفعش تبا بتتخانق وتقول له لو سمحت خمس دقيقة هروح انهار والجعلك. لا ما ما ينفعش تعايت وانت بتتخانق. انت بعد ما بتتخانق ممكن تعايت. يعني بعد ما تخلص خنائك كامل هو تعايت ساعت. ما فيش مشكلة. ولكن وانت بتتخانق نفسك لا بتكون متماسك لدرجة كبيرة جدا. ما فيش دموع اصلا عندك. جسمك ما بيعملش دموع اساسا عشان تعايت. الجهاز بقى استنبساتك. بيقوم بالوظيفة دي ازاي? بيعمل الكلام ده ازاي? خلينا نمسكها حاجة حاجة. اول حاجة هو بيوسع حضقة العين. حضقة العين دات هي مكان هحول اصدر صور توضح الموضوع ده خاضر الامكان. ولكن هي المكان اللي بيدخل منه النور للعين. فهو لما يوسع حضقة العين. احنا كده استفادنا ايه? هو بيزود المكان اللي هيدخل منه النور للعين. فانت تشوف افضل بالنسبة كبيرة جدا. ليه تشوف افضل? لانك ممكن انت افضل ما. فتشوف احسن. ولانك انت بتتخانق. يعني بتبقى مهارة عالية في انك تبقى شايف كل حاجة حواليك كويس جدا. عشان اه يعني تكون على اقصى درجة من الحذر. وده بيحصل برضو بالليل. مش شرط وانت تخانق. ممكن لو انت بالليل والدنيا ده ضلم خالص. هتلاقي انك بدأت مش شايفة حاجة في الاول بعدين بدأت تشوف. ده ليه? لان حضقة العين بدأت توسع معك شوية. فبدأ ان هي تجمع نور اكتر. الوضع ده بنسميه ايه? بنسميه يعني الكلام ده بالانجليزي بنقوله ازاي? بنقوله عليه يعني ايه يعني اتساع يعني اتساع يعني اتساع و يعني حضقة حضقة العين. يعني اتساع حضقة العين يعني اتساع حضقة العين. وليها اسم تاني والاسم التاني هو الاسم الاشهر لها. والاكسر شيوعا اسمه تمام? هي 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 تساع حضقة العين. طيب ازاي بنوسع حضقة العين? يعني الجهاز السنبساوي دوت او العصب السنبساوي ده بيروح يعمل ايه? فحضقة العين بتوسع. هو بيروح على العضلة اللي مسكه حضقة العين. تمام? في عندنا عضلتين مسكين عضلة حضقة العين. عضلة منهم بتوسع وعضلة منهم بتضيق. انت تفتكر العصب السنبساوي ده هيروح على مين? يروح على اللي بتوسع طبعا. العضلة اللي بتوسع هيخليها تشتغل فتروها هي موسعة حضقة العين. العضلة بتوسع دي اسمها ايه? اسمها العضلة اللي بتوسع. يا راجل ايه والله اسمها العضلة اللي بتوسع حضقة العين. بالانجليز اسمها ايه? اسمها بيوبلا مصل. يعني بتوسع بيوبلا حضقة مصل عضلة. العضلة اللي بتوسع حضقة العين. فكده اول وظيفة في العين عن طريق في او ان العضلة اللي بتوسع حضقة العين بتشتغل. اللي هي اللي اللي حصل ده كله اسمه ايه? اسمه اتساح اضغط العين. طب تاني حاجة بتحصل ايه هي? بيحصل يعني ايه الكلام ده? يعني ارتفاع تمام? يعني جفن العين. يعني جفن العين العلوي. فبيحصل ارتفاع في جسم في جفن العين العلوي. ليه? عشان انت تبقى شايف كويس عشان مش كل شوية ترمش وما تبقاش عارف تشوف كويس. فيعمل اه ارتفاع اللي جفن العين. طيب. بيعمل ايه كمان? بيعمل حاجة اسمها يعني ايه الكلمة ديت? بصي احنا عندنا لسه من شوية ايه لك ان الاضاءة بتقع على العين او بتدخل العين من خلال حضقة العين. وبتقع على العدسة والعدسة بتبقى بتبدأ تترجمها للمخ او بتبقى تبعتها للمخ والمخ يترجمها. العدسة بتبعت العين انا مش فاكرة احنا اخدناها قبل كده في سنة عامة ولا ايه? ولكن لو انت فاكر ان العدسة بتاعت العين بتكون اه محدبة. وكل ما العدسة تكون محدبة اكتر كل ما انت تشوف قريب. ودي حاجة انت ممكن تبقى فاكرة من الفيزياء ولا حاجة. كل ما العدسة تكون محدبة اكتر بتاعتها اكتر كل ما تكون اكتر او محدبة اكتر كل ما انت تشوف قريب. طيب استنبساتك بقى بيعمل ايه? بيعمل يعني بيقلل الحدوبية بتاعتها او بيقلل او بيخليها مش محدبة قوي. تمام? بيخليها محدبة اقل. فانت يحصل لك ايه? تشوف ابعد. يعني ايه? بيستقل لك ان العدسة كل ما تكون محدبة اكتر. تمام? كل ما هي تشوف اقرب. طيب بيعمل ايه? بيخليها محدبة اقل. فانت تشوف ابعد. فهو بيعمل بيخلي بتاعتها قليلة يعني بيخليها محدبة قليل يعني. عن طريق ايه? في عضلة برضو مسكة في العدسة بتاعة العين. لما العضلة ديت تشتغل يحصل لها يحصل لها انقباض. الحضوبية تزيد او العدسة تكون محدبة اكتر. ولما تكون يعني اه مرتخية العدسة تكون مش شغالة اوي او العدسة تكون محدبة اوليل. فالجهاز السيمباثوي بيعمل ايه? بيعمل للعضلة ديت. بيعمل ارتخاء للعضلة اللي مسكا العدسة الديت. اللي هو اسمه ايه بالانجليزي? او العضلة اسمها ايه؟ اسمها سي لاري مصر. تمام? بيعمل مصر. دي مسكة فين? مسكة في العدسة. لما لما بيحصل لها ارتخاء بيحصل ايه العدسة? العدسة? بتقل آآ حضوبية او آآ العدسة بتكون محدبة اقل. بتكون قليل. فبالتالي العين بتاعتك بتبدأ تشوف حاجات بعيدة. وده حاجة بيوفرها لك عشان انت تشوف بعيد. كمان هو بيعمل ايه? بيعمل حاجة اسمها يعني ايه الكلمة اللي تقيلها دي? انت عندك الحتة البيضة اللي حوالين الحوالين حتة ملونة في عينك دايات عينك انت ببص في مراهة تلاقي عينك فيها جزء ملون وجزء ابيض. الجزء الابيض ده هو اللي اسمه اه هو المقصود باسم ديت. بيكون موجود في اه اوعا دموية. الاوعاية دموية دي بتكون زهرة قوي وتكون عينك محمرة لو انت مسلا صهران او انت متوتر احواجات زي كده. هو بيعمل ايه بقى? هو بيعمل انقباض في الاوعاية ديت. بيخلي الاوعاية ديت يعني يخلي عينك مش محمرة. عينك محمرة ليه? عشان حصل اه توسع في الاوعاية دموية. هو بقى بيعمل ايه? بيديق الاوعاية الدموية الموجودة في العين. ويديق ويقلل الدموع بتاعت عينك. فبالتالي انت ما يبقاش عندك فرصة انك تعيط وانت بتتخانق. يعني وانت بتتخانق ما عندكش فرصة انك انت تعيط شوية وبعد كده ترجع تكمل خناها. لا. فديت مميزات بيوفرها استنبساطك. اه للعين بتاعتك. اثناء ما انت تكون محتاج المميزات ديت. اول حاجة قلناها يوسع حضقة العين. تاني حاجة قلناها يعني يرفع الجفن العلوي للعين يخليه مرفوع على فوق. اه بيعمل كده عن طريق انه هو بيعمل للمصل تاعت الليد. الليد او الجفن. ليد يعني جفن. اه في عضلات فهو بيعمل اه في العضلات دي. فبالتالي يفضل الجفن مرفوع على فوق. تالت حاجة اياملها في السيلاري مصل. فبالتالي يحصل ايه? يحصل يعني اللينز تكون محدبة اقل او اقل. فتشوف انت بقى الحاجات البعيدة. رابع حاجة اه بيعملها وهو بيقلل الدموع من من الجلاند. ايه اللي بتفرز الدموع. ما بيبقاش عندك فرصة انك انت تعيط. طيب تاني تأسير بقى او تاني حاجة هنتكلم عنها غير العين. يعني خلاص هنخلصنا العين. ايه اللي هنتكلم عنه عنه تاني غير العين. انا اتكلم عن او الغدد اللعبية. بيأثر ازاي سنبساطك ده في الغدد اللعبية. اول حاجة وانت شغل وانت بتتخنق انت مش عايز تاكل. يعني وانت اه اه وانت خايف مسلا ممكن ما تعرفش تاكل وانت بتتخنق ما تعرفش تاكل. وانت جسمك ما بيبقاش هو محتاج للاكل. طبعا? ليه مش محتاج اكل? لانك انت مش فاضي تروح تاكل لانت بتتخنق دلوقتي اهن خلص الخناء ونروح ناكل بعدين. فبالتالي هو بيهيئ جسمك على كل حاجة انه هو ما يكلش. عشان يوفر الطاقة اللي كتب مفروضة تستخدم في الاكل يوفرها للخناء دات. فبدل ما هو يفرز لعاب كتير. معلماتنا مش مش محتاج لعاب. فبالتالي يقلل اللعاب خالص. فاللعاب يحصل له ايه? يبقى لازج. اللزوجة في تزيد. لان المياه اللي فيها هتقل له خالص. فيعمل حاجة اسمها يعني 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 لازج سيكريشن يعني افراد. افراز. فهو بيحفز اه الافراز اللازج. بمعنى اوضح بيقلل الافراز بتاع اللعاب. ولكن يعني ايه? علشان هو لو لو جاب هلك انجريز فانت تبقى فهم انه هو يقصد بيزود اللزوجة. لو جاب هلك يعني يعني يقصد انه هو بيقلل كمية اللعاب بصفة عامل. طيب. ايه ثاني بيأثر عليه غير الغدد اللعبية. يعني غدد لعبية. يعني غدد يعني لعب. فغدد لعبية. طيب. تاني تلات حاجة بيأثر عليها وهي الجلد. الاسكن. بيعمل ايه في الجلد او السنبساتيك ده? بيشتغل على الجلد بيعمل في ايه? اول حاجة بيوقف الشعر. يعني لو ممكن مسلا تبص على شعر ايدك او شعر اه راسك او حاجزة تقول لك ده شعر راس وقف. الليه ده بيقف? من كتر الخوف او من كتر العصبية. تلاقي عصر في البيرو اريكتور مصر. ايه البيلو اريكتور مصر دي دي العصر العضلة اللي بتتحكم في كل شعرة. يعني ايه? توقع كل شعرة لها عضلة معينة. بتخلي العضلة. يا اما العضلة تبقى واقفة. اما الشعرة تبقى اه مرتخية. فما الانسان بيخاف بيشتغل او بيتعصب بيشتغل دوت. بيروح يخلي العضلة اللي بتوقف الشعرة تشتغل. اسمها بايلو اريكتور مصر. فيحصل ايه? ان الشعر بتاعك يقف. طيب. بيعمل ايه تاني في الجلد? بيعمل للاوعات دموية اللي في الجلد. الاوعات الدموية اللي في الجلد بيحصل لها انقبض. ان هي بتديق. فتلاقي ايه? وش الشخص اصفر. ليه? ما هو وشه مسلا من مفروض ان هي الاوعات الدموية دا يتلونها احمر. او فيها دم احمر. فلما بتوسع الاوعات الدموية دي تلاقي وش الشخص كده ميحمر وخطوطه حمرة. اما لو الاوعات الدموية دي انقبضت. ما هو خلاص اللون الاحمر هيختفي. فيحصل ايه? وش الطفل ده او وش البناء دم ده هيكون اه وشه مصفر كده. نتيجة بتاع الاوعات الدموية. كمان بيزود العرق. بيزود او يعني بتاعت العرق افراص. بيزود افراص الودي بتاعتي العرق دي. طيب. كده احنا تكلمنا عن تأثير السيمباساتيك على الهيد والنك او الاي والسكن والساليفير جلانز. هتكلم بقى دلوقتي عن حالة مرضية اسمها هورنار سيندروم. ايه الحالة مرضية دي? الحالة مرضية بتتكلم عن قطع السيرفايكل آآ جانجيليا او السيرفايكل تشين. يعني السلسلة بتاعت يعني. طيب واحنا لقطعنا السيرفايكل دو ايه اللي يحصل? يعني ايه المشكلة يعني? لأ خلوة انا مش بقولها لك كده هباء يعني. لأ انا بقولها لك علشان احنا من من شوية كنا بندرس او بنحكي في تأثير الاستنبساتك على الهيد والنك. وكان تأثيرهم بيطلع عن طريق اعصاب بتطلع من التي وان والتي تو. فانا لم هقطع السيرفايكل تمام? شين? او او حصل لهم اي حاجة خلهم يجوزوا زي حصل وراء مسلا ضغط عليهم فما بيجوش شغالين جالهم فيروس اه اشتغل عليهم فبوازهم نهائي او تقطعوا فعلا او حصل حدثة او اي حاجة خلت ان السيرفايكل شين دي مش موجودة قطعناهم. طبعا? اللي هيحصل التأثير بتاع اسنا قلت لك من شوية ان احنا جسمنا متوازن يعني متوازن يعني دايما بيتحكم في السنبساتك والبراصنبساتك اللي اتنين قد بعد ولكن واحد بيدغع التاني شوية اه في بعض الاحيان يعني ايه? يعني احنا بسا احنا عادينا عادي كدست والبراصنبساتك شغالين ولكن produce توغي شوية وتأثير وهو ظاهر شوية. وقت ما انت متعصب البراصنبساتك شغال وسنبساتك شغال ولكن في لو احنا بقى قطاعنا تمام? قطاعنا العصب بتاع السيمبساتيك. تأثير السيمبساتيك هينتهي نهائي. يعني ايه? مش هيبقى موجود اصلا. فتعال نشوف. هو سيمبساتيك كان بيعمل ايه? اه في العين? كان بيوسع حضقة العين. كان بيعمل او يعني كان بيوسع حضقة العين. لا دلوقتي هيحصل حاجة معها يعني ايه? يعني ضيق زي دعم لزوم في حضقة العين. ليه? مو يعمل بيوسع حضقة العين. تمام? فانت عندك مسلا لو سيمباساتك بيوسع حضقة العين. فالبراسيمباساتك بيديق حضقة آآ حضقة العين شوية. والاتنين بتوازن لحد ما يظهر الوضع الطبيعي في حضقة العين اللي انت بتشوفه في المراهي الطبيعي دوت. اما لو احنا بقى قطعنا السيمباساتك نهائي شلناه عملنا اطعف جانجليا. فتأثير السيمباساتك هينتهي تماما. فمش هيظهر لنا غير تأثير ببراسيمباساتك اللي هو الايه? المايوزس. اللي هو يعني ايه دوت? يعني آآ في البيوبل. يعني ايه? يعني الضيق في حضقة العين. والبيوبل يعني حضقة العين. فضيق في حضقة العين. فأول حاجة معنا من 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 لما نقطع آآ هيحصل اللي هو ضيق في حضقة العين. تانية حاجة ما ده حصل هيحصلنا حاجة اسمها يعني ايه بتبدأ بالبي ولكن دوت يعني ايه? يعني الجفن العلوي هيهبط. هيبقى نازل كده على تحت. هتلاقيه مغطي على العين. انا قلت لك كان بيعمل ايه? كان بيعمل كان بيرفع الجفن العلوي الفوق. لكن لما انا هقطع الجنجلية اشيل خالص يعني ما يبقاش موجود. فبالتالي بس اللي يبقى شغال فيحصل. تالية حاجة هتحصل هيحصل يعني يعني مفيش عرق هيحصل اصلا. يعني عرق يعني فشل. ففشل في التعرق. البني ادم مش هيقدر ان هو يعرق من راسه ورقابته وجلده بصفة عامة. مش هيعرق اصلا. مفيش عرق خالص. ليه? ما هو 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 اللي كان بيعمل اه العملية بتاعة العرق. فدلوقتي انت قطعت السنبساتك. فخلاص مش هيحصل اي عرق. طب ما ان شاء الله ما حصل عرق. يعني ما ان شاء الله ما حقق ايه يعني? ده حتى هيبقى مرتاح. ده يعني مش هيعرق بقى خلاص يعني مرتاح. لا العرق ده حاجة مهمة جدا. مهمة جدا 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 يعني مش مهمة ببساطة كده. لا مهمة زيادة. ليه? العرق ده لو ما حصلش. في اي وقت من قوقات الصيف انت درجة حرارتك هتعلى بنسبة كبيرة. هتعلى قوي. في يغمى عليك. ويجيلك ضربة شمس. ليه? ما هو انت مش عارف تتخلص من الحرارة بتاعتك. ما الحرارة دي كنت انت بتتخلص منها عن طريق العرق. مش هتتخلص منها. فبالتالي درجة حرارة جسمك هترتفع بنسبة كبيرة جدا. ويجيلك آآ ضربة شمس. فيحصل للشخص اللي عنده هورنر سندروم اللي اطعناه له سربايكل شين هيحصله يعني فشل في تعرك. تاني حاجة رابع حاجة هتحصل له. آآ جلده هيبقى لونه احمر. آآ ليه جلده هيبقى لونه احمر. مش شوية انا قلت لك ان تأثير السمباساتيك انه بيعمل في البلاد فصل. يعني ايه يعني انقابات في الاوعيات الدموية. تلاقي واش الشخص مخطوف كده. جلده مسفر. ما هو السمباساتيك شغال. طب عمل ايه? عمل لك انقباط في الاوعيات الدموية. طب يعني ايه انقباط في الوئاية الدموية يعني الاوعاية الدموية دي كان فيها دم. لما الاوعاية الدموية دي بتوسع بتخلي الجلد لونه احمر. طب دلوقتي هي ديقت فتخلي الجلد لونه اصفر. اه ده وقت الدمساطيك. طب انا قطعت السيمبستاتيك يبقى ايه اللي هياحصل؟ هياحصل اه انتفاق في الواعي الدموية او اه اه توسع الواعي الدموية. حسابها دايليشن. مش مش كونستريكشن زي زي السيمباستاتيك. لا. فاسو دايليشن. توسع في الاوعية الدموية. فيبقى الجلد ولونه محمر كده ومزنعر. آآ والجسم طبعا يبقى سخني دايما. بس وديت الاربع حاجات اللي بتحصل مع الهورنر سندروم. اتفقت معاك ان السيمباستيك له تأسيرات على الاي. والسكن والسليفر جلان. تمام? ولما انا بوقف السيمباستيك تماما. بيظهر اعراض معاكسة خالص للسيمباستيك. يعني ايه? السيمباستيك كان بيعمل شوية حاجات منها بيوسع حطقت العين. بيرفع الجفن. آآ بيعمل للسلاري مصل اللي كانت بتخليك تشوف ابعد لما احتضر الريلاكسيشن. بيعمل في الاوعية الدموية بتاعت الجلد. آآ بيعمل بيزود التعرق. بيعمل بيوقف الشعر. آآ بيقلل او بيقلل اللعاب او بيقلل ولكن في الهورنر بقى بيتقطع الاعصاب بتاعت السيمباستيك اللي راحة للهيد والنيك. فبالتالي آآ بيحصل حاجات معاكسة تماما للسيمباستيك اللي هما ايه? يحصل اللي هو يعني يضيق حضفة العين. يحصل اللي هو يعني او الجفن العلوي للعين. هتلايه هبط على تحت او وقع على تحت. يعني قفل كأنك مغمض. يعني فشل في التعرق. الشخص يبقى فاشل ان هو ما يعرفش عرق ابدا محما كان الجوحر بالتالي. هيحصل حاجة اسمها آآ مش اقول لك اسمها آآ جسمه هيبقى سخن وخلاص يعني جسمه بقى سخن وخلاص. آآ او الجلد بتاعه يبقى ناشف تعام? وآآ هيحصل للأبعاد الدموية. فالجسم يبقى نظنهر او لونه احمر. ده كان تأثير السيمباستيك على الهيد وانك. خلنا بقى نشوف تأثير السيمباستيك على السوركس والابدومن والبيلدس. تعال بقى نشوف تأثير السيمباستيك على السوركس او على الصدر. وايه موجود في السوركس او ايه موجود في صدرك? القفص الصدر بتاعك مفوش تقريبا غير حاجتين بس هما القلب والرئتين. ولو في حاجات تانية فهي حاجات يعني لا توذكر يعني. خليها بس في الحاجات الكبيرة اللي فيه اللي هو القلب والرئتين. طيب ايه يعني الاعصاب اللي بتروح تغزي القلب والرئتين بيطلعوا من فين? الاعصاب السيمباسوية اللي هي السيمباسية او السيمباساتيك نيروس آآ اللي بتروح تغزي الهارد واللانج آآ بيطلع من فين? بيطلع من تي وان و تي توUTيسري وتي فور. يعني الاعصاب اللي كان بتغزي الهيد والنك آآ طابيا السيمباساتك نيروس سيمباسي ت bastards have arrived also a في الهارد واللانج او في السوركس ابت عامة او الاعصاب بتطلع من تي وان و تي تووUT و تي سري و تي فور. تطلع من فين? من الاترال هورن. بتروح على فين? بتروح على الجانجيليا آآ السيرفايكل وستراسك. يعني اللي كان بتاعت الهدو النكة بتروح على بس. اما آآ بتاعت فبتروح على وكمان بتروح على اربعة طيب. بيروحوا فين بقى بعد كده? بيروحوا بقى شوية يروحوا على وشوية يروحوا على ايه تأثيرهم على القلب? تأثيرهم على القلب تأثير يعني بيشغل القلب بكل حتة في القلب بتشتغل. يعني ايه? بيزيد دربات القلب. وبتزيد قوة الالب. وبيتزيد حركة الكهربا في القلب تمام؟ يعني الكهربة الالب بتزيد. بيزيد. اللي هي المعدل التحفيز بتاع عصاب Peru في القلب. اللي هي او يعني ايه اه حركة الكهربا. بيزود الاكسايتابلتي. يعني او يعني او قوة الضربة بتاعة القلب. بيزود او خلي بالك اينوتروبيك وكورونوتروبيك هما الاسمين اللي بنستخدمهم اكتر يعني اكثر شيوعا. زي ماي دي ريزز ماي دي ريزز يعني ايه? يعني يعني اتساح اضغة العين. ماي دي ريزز مشهورة اكتر من او بنستخدمها اكتر. هي هي معناها فورس فورس بتاع القلب او قوة ضربة القلب. ولكن بنستخدم كلمة اكتر. اه معناها او او ايه? او اللي هو بمقصود بايه? عدد ضربات القلب في الديئة. بيزيد برضو عدد ضربات القلب في الديئة. وكمان بيحصل يعني ايه يعني ان الاوعية الدموية توسع. طيب يعني تاجية. الاوعية التاجية. مقصود ايه بالاوعية التاجية? دي شوية اوعية دموية بتكون موجودة على القلب. بتغزي عضلات القلب. عشان اضغط القلب محتاجة غزاء فهي الاوعية دا هي اللي بتغزي عضلات القلب. فبيحصل ايه? بيحصل اتساع في الاوعية التاجية علشان آآ القلب شغال اكتر فبالتله هم محتاج اكسوجين ومحتاج غزاء غزاء اكتر. فالاوعية التاجية آآ بتتسع وآآ عشان تزود غزاء اكتر للقلب. ويحصل. اه بعدين ندخل بقى تأثير السنبساتك على اللنج او تأسير استنبساطك على الرئة. انت دلوقتي شخص محتاج جسمك شغال بقوة تمام? وقلبك ضربات قلب زيادة والدنيا كلها في جسمك. بتكون محتاج ايه? بتكون محتاج اكتر. فبالتالي اه التأسير على اللنج او تأسير استنبساطك على اللنج بيكون يعني ايه يعني اتساع يعني اتساع يعني اتساع يعني ايه? برونكو يعني القصب الهوائية تمام? او مجرى الهواء. جبما يحصل فالقصب الهوائية توسع او المكان اللي بتحرك فيه الهواء يوسع. فالاكسوجين يدخل بكمية اكتر للرئة. وده بيحصل عن طريق ان العضلات اللي بتضيق تمام? العضلات اللي بتضيق اه او بتضيق القصب الهوائية. العضلات دي بيحصل لها ارتخاء. العضلات دي وظيفتها ايه? انها تضيق القصب الهوائية. لما يحصل لها ارتخاء يحصل ايه? القصب الهوائية توسع. ليه? هم ما بيقوش يقدوا وظيفتهم اصلا. هي وظيفتها من هما يضيقوا. طيب هما بيقوش شغالين. خلاص يبقى المكان هيوسع. فيحصل برونكو دايليشن. طيب اه اتساعة في البرونكاي. بس كده هو ده تأثير على السوركس. السوركس سهلة وجميلة وزيرة يعني. فالتأثير على القلب بيكون ما هو بيزود ضربات القلب. بيزود الهارت ريت او بيزود الفورس اللي هو اه بيزود او الكهرباء في القلب. اه بيعمل بالكرونا يفصل. او بيوسع الاوعية التاجية. على بقى هو بيعمل برونكو دايليشن وبيوسع القصبة الهوائية. طيب ايه التأثير بقى على الابدومين او التأثير على الحياة اللي في البطن. هو ايه اللي موجود في البطن بصفحة عامدة يعني ايه. ايه اللي موجود في البطن? هو الكبد موجود كنحية اليمين اه تحت الرئة على طول. اه موجود نحية الشمال تحت الرئة برضه. اه الادرينا المضالة تمام ادرينا المضلة او آآ موجودة يعني في الغدة القذرية فوق الكلة. آآ وبعدين عندك المعدة والامعاء اللي هم المصنى الدقيق والغليز او والشوية او عادة موية موجودة في البطن. طيب ايه ده تأثير السنبستك على الحاجات ديت? طيب اول حاجة قبل ما اقول التأثير هو الاعصاب بتاعت السنبستك اللي هتروح على البطن خرجت من فين? او بتخرج من انهي حتى في ن Rob. بتخرج من تي سيبن والتي في والتي سيكس. يعني استعمل بالرحل. تي سيفن والتي ات والتيناين. والتي تن والتي تولف يعني بتخرج من كم? من اول التي سيبن لحد التي تويلف. طيب. دعيه بالك انتي وان وتي تو كانوا بيروحوا لهادو النك. وتي وان وتي تو والتي سي وتي فور كانوا بيروحوا لل تمام? تي سيبن لحد تتناشر بيروح الابدومن. mant le farm were to try and брат exhausted all right? قد رحوا الابدومن. مما التي فايف وتي سيكس بيروحوا المين? مش موجودين. ماشي? يعني ما فيش حاجة مش عليك دلوقتي. ماشي? آآ الابدون بيطلع اعصاب من تي سيفن لتي اتناشر تروح بقى على الحاجات اللي عند البطن. طعم? يروحوا آآ على جانجليا. طبعا? يمسكوا في الجانجليا. طبعا في جانجليا كتير بقى هناك. آآ يمسكوا فيها. منها الكوليك والسبوريور طبعا دي اسماء صعبة. هي الاسماء دي بتسميها على على اسم الاوعية الدموية اللي جنبها. لان الانجليا ديت موجودة جانب الاوعية الدموية. فالاوعية الدموية دي اسمها الكوليك واسمها والكلام ده. سيبيريور والكلام ده. هتاخده في الاناتومي. لما تاخده في الاناتومي هتعرفه بس. عند دلوقتي هو مش مهم اوي بالنسبة. طيب. التأثير بقى الاعصاب السنبساوي ديت على الليفر. يعني عصب سنبساوي هيطلع من التي سيفن لحد تي اتناشر ويروح على الليفر. هيعمل ايه بقى في الليفر? اول حاجة انت جسمك محتاج سكر. ليه? لان السكر هو مصدر الطاقة. فهو هيعمل ايه? هيحلق سكر اكتر. بيتحرق فين السكر اكتر ده? او بيانضج سكر اكتر من في الليفر. الليفر عنده قدرة ان هو يعمل حاجة اسمها تعم? او وده بيزود لك كمية السكر في الدم. بيعمل ايه? بيزود كمية السكر في الدم. بيعمل حاجة اسمها يعني كتير يعني يعني يوصف بها السكر امية يعني الدم. يعني سكر كتير في الدم. تمام? وطبعا بيزيد معدل الحرق. غير او دوت او دوت او بيزيد حاجة اسمها يعني بيزوء الليفر لما انت عندك الدم المفروض سائل. لما بتتعور المفروض شوية كده والتعورة دي بتبطل تنزف ويتكون اشرة. الاشرة ديت عبارة عن جلطة. تمام? الجلطة دي بتحصل عن طريق عوامل التجلط. ايه هم عوامل التجلط? منهم من عوامل التجلط الفايبرينوجين. تمام? فأثناء السنبستاتك وهو شغيل فالليفر بيزود صناعة عوامل التجلط اللي منها الفايبرينوجين. فهو بيزود صناعة الفايبرينوجين تمام? ليه بيزود صناعة الفايبرينوجين? عشان يزود معدل التجلط عشان معدل التجلط يحصل اسرع مش انت بتخاني افرد تعورت دلوقتي وهتنزح فهو يلحق النزيف بتاعك بسرعة عشان تلحق تكمل الخناقة افرد كنت بتجري مسلا من كلب ولا حاجة وقعت تعورت تقدر ان انت تقوم تجري بسرعة اه والتعوار بتاعتك تتجلب بسرعة وتلحق تكمل جري من الكلب مسلا اللي بيجي وراك دوت من غير ما اه من غير ما الكلب يأكلك يعني. فدي حاجات بتزود اه بتفيدك يعني او انت متعصى. طبعا ده كله بالنسبة للبقادة والطبيعي. مع نجد عبق الانسان اللي عنده امراض. فعلى مستوى الكبد بيزود السكر في الدم. يعني عن طريق حاجة اسمها او يعني ايه صناعة السكر. تمام? هتاخد الموضوع ده في آآ بتفاصيل شوية. يعني هتفهم يعني ايه بقى ده بالزبط وكلايكولاسيز وكلام ده تتخذو في بالزبط يعني ايه. ولكن بعبسط معنى هو معنى صناعة السكر. تمام? آآ وبيزود برضو على مستوى الكبد صناعة اللي يعتبر من آآ من اللي هم عامل التجلط تعالى? علشان يزود آآ معدل التجلط. يعني على على مستوى التحال. التحال اللي انا امتلك موجود آآ في الناحية الشمال آآ تحت الرئة. آآ بيعمل ايه? هو التحال ده? يعني ايه وزفته? التحال ده بيكون عبارة عن كيس مليان كرات دم الحمرة. فهو بيعمل ده بقى بيروح عامل عامل انقباض في التحال. فكرات الدم الحمرة اللي موجودة في التحال تطلع وتروح على الدم. طب هو بيعامل كده ليه? اصل خلي بالك قرات الدم الحمرة دي هي اللي بتشيل اكسوجين مش احنا من شوية آآ وسعنا آآ المصار بتاع الهواء او القصب الهوائي وسعناها عشان الاكسوجين يدخل اكتر آآ وسعنا لنا كده طيب هو الاكسوجين ده مين هيشيله او الاكسوجين ده مين اللي هي يعني مين اللي بيشيله الدم. طب ايه بالزبط اللي في الدم اللي بيشيله كرات الدم الحمرة. فبالتالي الجسم من زكاؤه بيزود كرات الدم الحمرة علشان يقدر يشيل الاكسوجين كتير. عشان يقدر يودي العضلات بتاعتك. اللي هي محتاجة ايه? محتاجة اكسوجين كتير. شوف سبحان الله. الجسم هو متكامل بشكل عجيب جدا. يعني الرئة هتزود لك الاكسوجين اللي داخل. والدم هيزود لك كرات الدم الحمرة. اللي هتشيل الاكسوجين اللي هتوصله لحد الاعضاء بتاعتك علشان الاعضاء بتاعتك محتاجة اكسوجين ومحتاجة حرق. والاعضاء بتاعتك محتاجة اكسوجين ومحتاجة طاقة. فبالتالي الكبد هو كمان هيزود لك السكر اللي هيطلع منه الطاقة. فكل الاعضاء بتاعتك تكون وغضة كل مستحقتها. وغضة الاكسوجين وغضة السكر عشان تعمل طاقة. وعندنا بقى حاجة اسمها المضلة. وزي موجودة فين? موجودة الغضة الكاظرية فوق الكلة. بتطلع علينا حاجة اسمها ادرنالين ونور ادرنالين. الادرنالين والنور ادرنالين دولت دولت يعني آآ هنتكلم عنهم في فيديو لوحده. لكن باختصار كده هم ووظيفتهم. انهم هم عبارة عن مواد كيميائية بتنتقل بين الاعصاب. والمسؤولة عن ان الجهاز السمباساوي يشتغل اساسا. يعني دي المسؤولة ان الجهاز السمباساوي يشتغل اصلا. هنتكلم عنها في فيديو الوحده تماما يعني. طيب آآ على بال المعدة وعلى او اسمها ايه ديت? العماء الامعاء الدقيقة. وهي الامعاء الغريزة. آآ ولو ليها اسم تاني بالعربي يعني يبقى انت هتبقى عارفه اكيد لان انا الصراحة مش عارف اسم العربي. بس هو بيعمل ايه بقى فيهم? بيوقف الحركة بتاعتهم. ليه? ما هو انت ما بتكلش. فانت مش محتاج تهدم حاجة. انت وقف العظم ليه? وقف الحركة اللي احنا مش محتاجينها. علشان نوفر الطاقة للحركات اللي احنا محتاجينها. يعني انت دلوقتي مش محتاج المعدة بتاعتك. وبالتالي انا هوقفها خالص. علشان اوفر الطاقة للمعدة المعدة بتاعتك دي مش كتا تستخدم طاقة وهي شغالة. فانا بقى هوقف المعدة علشان اوفر الطاقة دي للعضلات بتاعتك انها تشتغل. علشان تعرف تجري تعرف تزعى تعرف تتكلم آآ تعرف تفكر بشكل احسن. فهو بيوقف المعدة وبيوقف آآ وبما انهم بيوقفوا فبالتالي بيحصل بيحصل انقباط في الاوعية الدموية اللي رايحها ناحية البطن. ليه بيحصل انقباط في الاوعية الدموية رايحها ناحية البطن. ما احنا كده كده اصلا مش محتاجين نودي اكسوجين للجزء ده. نودي اكسوجين للجزء بتاع الامعاء ده. ما احنا كده كده مش محتاجين نودي سكر في الجزء ده. ليه? ما هو كده كده الجزء ده مش هيشتغل او يدي له اكسوجين ومو يدي له سكر ليه? ما انا بقى اقذل الدم اللي رايح نحية المعدة ونحية الامعاء دوت. ووفر الدم ده بالطاقة اللي فيه بالاكسجين اللي فيه يروح نحية المخ. يروح نحية العضبات بتاعتي. اللي انا اصلا محتاجهم في الموقف ده. فبالتالي هو بيوقف لك حركة وحركة وحركة الامعاء دقيقة ويعمل علشان يقذل الدم اللي رايح نحية آآ آآ الامعاء بتاعتك. وخلي بالك. الدم اللي رايح ناحية الامعاء بتاعتك دم كتير جدا. علشان كده لما انت بتاكل واتقل في الاكل انت تبقى عايز تنام. ليه? لان الدم كله بيروح ناحية الامعاء. فبالتالي انت مخك ما بيصدوش دم اصلا. فهي حركة زكية جدا ان هو يقلل الدم اللي رايح للمعدة والامعاء بتاعتك. لان هو كده بيوفر كمية كبيرة جدا من الدم لتروح على المخ وتروح على العضلات. طيب. ندخل على تأثير على الحوض. والحوض دوات بيكون في آآ تلات حاجات. تمام? اول حاجة الركتم. تمام? او المستقيم. المكان اللي انت بتعمل منه الاخراج بتاع البراز بتاعك. اول اللي هي المسانة البولية. تمام? تلات حاجة بتكون موجودة في الحوض وهي الاضاء التنسولية. سواء للراجل اول الست. فنتكلم بقى عن التلات حاجات دولت. بس قبل ونتكلم عن التلات حاجات دولت هو برضو بيجيله اعصاب سنبستك من فين? من انا حتة يعني. بتجيله الاعصاب السنبستك من التي توالف تمام? وإل وان وتو وسري. تمام? يعني بتطلع من فين? بتطلع من التي توالف. والتو وسري. طيب. نتكلم بقى بيروحوا فين? بيروحوا الريكتم ويروح على ويروح على او الاعضاء التنسولية. يعني اعضاء تنسولية. طيب اول حاجة هيعملوها في هو انا مش عايزك تدخل الحمام. طبعا? مش عايزك تعمل مش عايزك تتبرز. فهيعمل ايه? هعمل هوقف حركة العضلات الموجودة في المستقيم علشان ما فيش عضلة تضغط على او الفضلات فتوهجام خرجها على برة. فانا عايز اريح على العضلات عشان ما تضغطش على الفضلات فتطلعها برة. فيعمل ريلاكسيشن. اه للمسل او للمسلز الموجودة في في الريكتم في المستقيم ده. تعم? ده اول حاجة. تاني حاجة هيقفل الصمام الصمام الموجود في نهاية الريكتم. ليه هيقفله? اللي هو اسمه ايه الصمام ده? اسمه ليه هيقفل الصمام ده? هيقفله علشان ما يطلعش ما يكونش فيه فرصة ان يطلع اي اه فضلات برة جسمك. علشان انت مش فاضي تدخل الحمام دلوقتي انت بتتخاني او بتهرب او بتعمل حاجة في اندف مشكلة دلوقتي. طيب بالنسبة فهو بيعمل احتباس للبول. طبعا ليه بيعمل احتباس للبول? وانت مش فاضي تدخل الحمام طب بيعمل احتباس للبول ازاي? عن طريق انه بيعمل تمام? ارتخاء في العضلات اه بتاعت المسانة. ليه بيعمل ارتخاء في العضلات بتاعت المسانة? علشان انت لو 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 العضلات بتاعت المسانة ضغط ضغطت على الماء اللي جوه المسانة مع وكده الماء اللي جوه المسانة هتخرج برة. هتبقى انت عايز تدخل الحمام وهو مش عايز كده. فيعمل ايه? يعمل آآ في العضوات هتم مسانع. طيب ايه تاني ممكن يعمله? او ايه تاني بيحصل? بيعمل فين بقى? في يعني ايه كمان دوت? يعني بيقفل الصمام الداخلي بتاع مجرى البول. بيقفل الصمام الداخلي بتاع مجرى البول. ليه? علشان هو مش عايز آآ اي بول يطلع. فبيقفل الصمام الداخلي بتاع مجرى البول. طب والصمام الخارجي. لا الصمام الخارجي ده حاجة ايرادية. انت تقدر تحكم فيها بنفسك. فساعتها احنا بنتكلم عن اوتونوميك. اما الصمام الخارجي ده طبعا السوماتيك. فاحنا بنتكلم عن اوتونوميك فهو بيقدر يتحكم في اوتونوميك. فبالنسبة اوتونوميك مسلا ده اوتونوميك فبيروح جاء اقفله. طعم? يعمل اياه في الانترنال اه اه اما الاكسترنال اه ده اصلا سماتك فمناش دعوبي دلوقتي احنا. طب بالنسبة بقى اه للاعضاء التنسولية. بالنسبة للراجل. اول حاجة بالنسبة للستة عشان هي سريعة في الموضوع ده هتخلص. اه مش هنتكلم عنها اصلا. ليه? لان الاحداث بتاعة اللي بتحصل عند الست في الجهاز التنسولي بتاعهم بيختلف اه باختلاف الوضع بتاع اه اللي هي الدورة بتاعت كل توانية عشرين يوم ديت. هو بيختلف بقى على حسب الوقت بتاع دوت. اه او فمش هنتكلم عنها دلوقتي. اه اما الراجل فهو بسيط شوية عشان كده هنتكلم عنه دلوقتي. بركز معي بقى كويس عشان تعرف ايه اللي بيحصل للراجل في الجهاز التنسولي بتاعه اثناء العلاقة الجنسية. طيب اول حاجة الجهاز التنسولي ده بيحمل ايه? او انا هشرح هنا كلها. اول حاجة الراجل لما بيحصل عنده الشهوة بيبدأ يحصل عنده بتاعه. يعني ايه يعني انتصاب. والبينس يعني ايه? يعني القضيب. طب يحصل للبينس. ده بيحصل امتى? ده بيحصل ازاي اصلا? ده بيحصل ان في مواسير دم موجودة في المواسير الدم دي بتتملي كلها دم. فلما تتملي كلها دم يحصل. تمام? وده بيحصل اسناء البراسنبستك. ما بيحصلش في السنبستك. تمام? اه لان زي ما قلت لك السنبستك اصلا بيعمل بسكوينستركشن. هو انت محتاج الجهاز التناصلي بتاعك وانت بتتخنق. لأ مش محتاجه وتحتاجه في ايه? ما بتحتاجوش في حاجة. فعشان كده هو اصلا بيعمل في الاوعيات الدموية بتاعة. اه البيناس. فبالتالي البيناس اصلا مش هيحصل له. فمش هيحصل له. تمام? يعني يعني مش هيكون مش هيحصل له انتصاب. هيكون مرتفع. ما لولش علاقة بالخناء. فهو هيحصل للبيناس هيكون في اكثر حجم ليه. تمام? اه طيب خلينا نرجع تاني للدائرة اللي انا كنتو هتكلم فيها. لما الراجل بيحصل له الشهوة بتاعته تمام? فبيدخل في ده بيكون في الوضع المواسطينير بتاعة الدم كلها بتتميلي يحصل في البيناس تمام? فيحصل للبيناس ده يكون له في بعد كده لما بيوصل لمرحلة معينة بيبدأ يخرج السائل المنوي بتاع الراجل. اهو خروج السائل المنوي دوت اسمه تمام? خروج السائل المنوي اسمه تمام? بيحصل ازاي الخروج ده? المفروض الراجل الجهاز بتاعه متكون من اللي هما البطين بتاع الراجل. والبطين دول متوصلين بالبيناس عن طريق اه حاجة اسمها اللي هو بالعربي اسمه الاسهر. ازاي بيكون فيه شوية عضلات اه بتخرج الحيوانات المنوية من التستس على بره. وبتكون فيه اه مية كده بتكون برضو خارجة على بره معهم. المية دي بتخرج من حاجة اسمها تمام? مش عارف الصراحة تركيمتها ايه بالعربي? اه الحيوانات المنوية مع المية اللي خرجت من ده كله بيطلع في شكل السائل المنوي اللي هو بقى عملية عملية اه خروج السائل المنوي من او القضيب. اه هو العملية دي مبتحصلش ترفس يعني فجأة الجسم بالنسبة للبيلفس او الجسم بيحول على السمبساتك يعني هو كان شغل برا السمبساتك اسناء الانتصاب. فجأة راح جايما حول على السمبساتك تمام? عشان يعمل بتاعه تمام? فعشان كده بعد ما الراجل بيعمل بتاعه بعدها على طول لازم يحصل في تلاقي حجم قال ليه هيحصل للحزات. وبعدين ممكن تاني يحصل تاني. يعني ممكن بعدها يحصل تاني. بس في اللحظة دي لازم يحصل شرينكج شوية او يضعف شوية. بس كده ده اللي بيحصل طيب. انا كده اتكلمت عن السايكل كلها بتاعة الميل اللي جينات تالي او الجهاز اللي نسوية عند الراجل عشان افهمك السايكل كلها. علشان اقدر اقول لك مين فيهم بقى السمبساتك السمبساتك في السايكل ديت اللي هو احنا قلنا في الاول بعدين ايجاكيوليشن بعدين اه يعني ايه كلام ده يعني اول حاجة انتصاب في البينس بعدين خروج السائل المنوي بعدين اه او ارتخاء في القضيب. اه السمبساتك بيعمل ايه منهم? بيعمل ايجاكيوليشن والشرينكيوليشن. ليه بيعمل ايجاكيوليشن? لانه هو بيعمل اه في اللي هو اسمه بالعروي الاسهر والسمنة الفيسل. ده اللي بيطالع عقس الحيوان المنوي من مع سائل كده والسائل المنوي بيطلع من السمن الفيسلز. فبالتالي السمبساتك هو المسؤول عن الايجاكيوليشن. اما اه بالنسبة او ارتخاء عضلات القضيب. او يعني ايه اه انتو حجمه بيقصر خالص او بيقصر شوية يعني على حسب الوضع. اه ده عن طريق ان السمبساتك بيعمل للبلاد فيسلز. بيعمل تدييق في الاوعية الدموية. فبالتالي مو بيحصلش في بيبدأ يقيل شوية لحد كمان شوية ممكن يحصل تاني. ده كده تأثير السمبساتك على الهيد والنك والسوركس والابدومن والبلبس. يا خدنا فيهم مش حسنة حاخدنا فيهم مقتويل قوي. بس يعني ايت شرحه كويس يعني انا متأكد ان اللي سامع فهم بنسبة كبيرة. طيب نتكلم بقى عن سلسلزل دلوقتي. ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا